مصيرة القوات المسلحة المغربية تقبض على مئات مرتزقة البوليساريو منذ إعلان الجبل انفصالي الحرب على المغرب طيلة الثلاث سنوات الأخيرة وتتدخل القوات المغربية بطائرتها المسيرة بقوة لصد محاولة تسل العناصر تابعة لمرتزقة البوليساريو الجزائرية أو المدعومة من النظام الجزائري إلى التراب المغربي التدخل الجزائري في الصحراء المغربية سيدمر نظام العسكر الحاكم فلطالما حاول هذا النظام العسكري الحاقد استفزاز المغرب في الحدود الشرقية كمحاولة بائسة منه لاستدراج المملكة وقواتها وفتح مجال ميليشيات البوليساريو بالصحراء لاختراق الجدار العازل لكن دون جدوى وكلنا نتذكر عندما حلت فرقة من قوة الجيش الجزائري أو الجزائري في سرية عبر عربات الدفع الرباعي تابع للجيش الجزائري قبل سنتين عندما تموقعت قرب بوعنا بإقليم فيه بوعرفة بمنطقة زلمو قرب الطريق الوطني رقم عسرة حيث حاول كبرانات الجزائري استعراض عضلاتهم أنداك لكن سرعان ما دفعت عناصر القوات المسلحة المغربية بمدرعات من الجيش المغربي باتجاه الخندق الذي يفصل بين تراب الجزائري وإقليم فيقيق وانتهى بهروب عناصر الجيش الجزائري أنداك والعودة يدراجهم داخل التراب الجزائري في مشهد مضحك وهو الأمر الذي أكده شريط فيديو وثق لحظة حضور القوات العسكرية المغربية إلى عين المكان وأوضحت المصادر ذاتها أنداك أن الجيش المغربي فطن للمناورة الاستفزازية الجديدة لعناصر الجارة الشرقية وبمزرد تحرك القوات المغربية عبر طائرة الهيلوكوبتر عادة جنود أو عادة جنود نظام العسكر الجزائري من حيث أتوا داخل التراب الجزائري ويذكر أن هذا الحادث أو ذلك الحادث مشابه للإستفزازات التي سبق لجيش الجزائري أنقام بها عندما استولى على أراضي لفلاحين مغاربة استغلوها لعقود بنواحي فييغ والأكيد أن المغرب منذ السنوات الأخيرة اشترى أسلحة فتاكة يمكن أن نصفها بأنها أسلحة الضمار الشامل خاصة تلك التي اقتناها من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ونذكر هنا منظومات أو منظومة هيمارس الأمريكية التي لا يمتلكها أي جيش في إفريقيا سوى المغرب وأيضا منظومات عديدة داتسون إسرائيلي آخرها منظومة باراك أم أكس التي حصل عليها المغرب في الأيام القليلة الماضية وتمكن الجيش المغربي من تحييد خمس عناصر من البوليساريو وأسر خمس آخرين من بينهم قاعد بارز بعد استهدافهم إثر محاولتهم الإختراب من الجدار العازل الأمني وفق ما أكدتهم مصادر إعلامية على غرار موقع إسبريس المغربي ليظهر ذلك حزم القوات المسلحة الملكية المغربية وصرامتها في مواجهة استفزاز مسلحي الجبل الانفصالي وهي أيضا بمثابة رسالة رضع مضمونة الوصول لكل من تسول لأنفسه من الانفصاليين التفكير في تهديد أمني وسلامة المملكة المغربية الشريفة وتشكل بذلك هذه العملية العسكرية الأمنية التي نفذت طائرات مسيرة مغربية ضربة نوعية وقدرة عالية على التصدي لأي تأديد إرهابي قد يمثل الانفصاليون عن الجدار الأمني الرملي بالصحراء وبقدر ما يبديه المغرب من جدية في التمسك باتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تسوية سلمية للنزاع المفتعل وفق مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب الذي اخترعه في سنة 2007 وبات يكتسب زخما دوليا كحل واقعي فإنه أيضا يبدي حزما وصرامة في رضع أنشطة البوليساريو الإجرامية ومن يدعمها